صحيحة الأخ حسان أتسبب أنه هو أن وراء وضحت لك الأخ ناصر وضحت لك المسألة أنا شرحت الأخ واسمه خردين أنا شرحت هو كان ماذا به كان على بلوب اللي بتفلي قراه منتهي وكان هو مع الأهدى الخامسة كان حبه ويروح للأهدى الخامسة على جل باش هما يحضروا الخليفة خطر ملقاوش وفيما بعد كي داروا عليه فيما بعد نحاهم بالقوة استخدم معهم القوة أخ سامير قلت لي هل في نظريك تتم الانتخاباته قلت لك المسألة دي ما يش نتع تكزان فهمت ماش المسألة نتع تكزان تذكى لما تشوف الواقع تشوف من نورا فيه جحافل بالمئات تنتع الألف راها موجودة في على أرض الميدان في الشارع تطالب ب عدم ذهاب الانتخابات هذه راها قدامك راك تشوف فيها وفي المقابل تشوف باللي راهم كان يمسل لهم حتى ولو أنهم لا يمثلون الغالبين تعشاب ولكن راهم هما رايحين الانتخابات درق هما كما كنت نقول في المداخلة الأولى اللي درتها على التعطير ممكن من بين الأشياء اللي راها درق هي مخوفتهم هي المرض نتاع وش سمو نتاع بن صالح ممكن من بين الأشياء نقول ممكن خطرة هذه مسألة تحت حلال تحت حلال وفق المعطيات اللي راح موجودة ممكن هما راهم خايفين من هذه المسألة انت على المرض تاع القيد صالح قاتع وش اسمه هذا بن صالح بالإضافة للقيد صالح مش مضمون قيد صالح في أي لحظة قادري موت قادري قادري بالتالي هما الوقت ما يساعدهمش على جلبه شوما يزدوا يبقوا يستنوهما عام ولا عامين حاوسوا على جل حل سريع اللي خطر عليها كينا أمور تحتاج قرارات نعطيك كميذال أنا شخصيا العبد الضعيف مثلا هذا القضية انت اتجاوزت على صفر تاعي ربما قال مثلا انظرك هذا مثلا القنصل تأتولوز تلاقيك يقولك أنا ما عندي والو ما نقدر ندير والو ما يقدرش يدير والو ما يقدرش يدير والو لأنه خايف هو نقوله مثلا له كان يتخذ قرار بعد يقولوله جماعة سيمو حمد انت هذا شكون قال لك انت بليسيد هذا راه ممنوع من الدخول شكون قال لك باش تعطيله انت جو الصفر بالتالي لازم لها قرار كينا مصالح اللي راه منعطلة هذا لا يعني من أنه أنا راني ندافعلك على السلطة ولا ندافعلك كالخياراتي حان يحكيلك كالواقع خطر كاين بعض من الناس اللي هما يهملوا الواقع يحكيلك ينظرلك ولكن الواقع ينساه الواقع كاين بعض المصالح اللي هي تتطلب أنه يكون رئيس فمسل رئيس كاين صفقات كاين مشاريع كاين قرارات كاين دراسات كاين برامج كاين كذا تطلب على جل بش يكون رئيس هما ممكن خايفين خطر عليها ذكرها حسابات يقول لك احنا كانت الناس تحاوس على عدة الخامسة قبلنا ومشينا وغامرنا ورحنا ومن بعد قال مثل انتخابات انت عجوية ما قبلناش يلا أجلناها وذركا نزيدون أجلها وش معنتها؟ معنتها بلنا رح يدخلوا للحيط هما رح يشوفوا ذاكب لكن انا شوف يشوفوا واحد اخرى انا راني شوف بللي بوتفليقة غايب من الفين وعشرة والمؤسسة تاع الجيش باقية بالقيد صالح او بغيره مؤسسة تاع الجيش هي العمود الفقارين تاع البلاد وبالتالي ذهاب بن صالح او قيد صالح او اي شخص واحد اخر الدولة المستمرة وبالتالي انا رأي الرأي انتاعي هو انه ما لازمش يكون حل ترقيعي ما لازمش يكون حل انتاع حل ضرفي لازم يكون حل دائم موسيقى